ياريت لو عجبتكم الفيديوهات تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس مسائل خير عليكم جميعا والنهاردة فأحلى وصفة معمونة النهاردة هنتكلم بقى بره المطبخ خالص وبره وصفات بتاعتي او التجنيل انا النهاردة هكلمكم في مجالي دايما انا حرفتوكم بنفسي في الفيديو الاولاني حاصل على في التربية قسم اللغة الانجليزية فالنهاردة هنتكلم عن الحلقة الاولى في مجالي وهو التربية وساحتنا النفسية وحابة ابدأ اول حلقة عن حاجة بنعملها واحنا بنربي اولادنا او بناتنا خصوصا من اول ما يبدأوا يمشوا اول سن اللي هو سن سنة ده اول ما يبدأ الطفل يمشي في حاجة احنا بنربيها فيهم وكلنا او معظمنا للاسف بنقولها انا مش عارفة هي دي كلمة دي وراسة مورسات اجداد ولا ايه بصراحة انا مش عارفة هي منين بالزبط جات في مجتمعنا لكن للاسف معظمنا طبعا مش كلنا بيقولها وهي كلمة ايه بقى في التربية اول ما الطفل بيبدأ يمشي او الطفلة لو اتخبط في سربيزة ولا في سن كرسي ولا في كعبل في حاجة كانت محطوطة على الارض مسلا عاملة في الارض ولا حاجة اه حاجة محطوطة سلمة في بيتك لو هو مستويين او كده ويجي يقع فيها تقومي تروح تقول له ايه اه يلا بقى شاف ما ايه يا تربيزة اه ما ايه يا كرسي كده خلتي حبيبي عيط او حبيبتي عيطت يلا نجيب بقى ايه اي حاجة بقى ونضربها بيها يلا اضرب الكرسي اللي خبطك ده اضرب يلا نضرب سن التربيزة اللي خبطتك دي وتخلي الولد ينزل ضرب وحضرتك برضو معاه امه او بابا او اي حد في الاسرة لان ده هو ده موروس للأسف الكلمة دي وانا قلت طبعا مش كلنا اللي بنعمل كده لكن للأسف معظمنا فتعودوا بقى تضربوا في الحاجة اللي سببت للولد المشكلة دي اللي انا عايز اقولولك انت عارفة دي من ناحية التربوية والنفسية بتخلق شخصية عاملة ازاي وعارفة الطفل اللي طالع لك ده ولا الطفلة دي انت عملتي في ايه بسبب الكلمة اللي انت ما تعرفيش بتاعتها او العواقب بتاعتها ايه ده بيطلع بني ادم لعنده مهارة ان هو يحلل اي حاجة مشكلة حصلت في حياته ولا عنده اي تفكير ان لو في اي حاجة عواقب ايه هو مسلا كان ماشي كده وحاجة مسلا خبطته اه بعربيته لو هو سايق عربيته عربيته اتختشت وهو بيبقى غلط وهو ما بيعرفش يحلل ان هو يخلي باله على كده في حياته على نفسه او على اي حاجة تحصل له بسبب ان هو اتربى ان الغلطة مش غلطته الغلطة بتبقى غلطة الكرسي او الكنبة او سن الترابيزة اللي هو او البنوتة الطفلة اللي هي الصغيرة من سن من حوالي سنة لغاية تلات سنين انتوا بتقولوا للاسف الكلمة دي بيحصل ايه بيحصل ان هو عايز ينتقم هليطلع كده كده اي حاجة حاجة انت لو حد ماشي خبطه كده في الشارع لا وهو اصلا اللي مش واخد باله هو اللي ماشي مش مش مركز ان في حد جاي قصاده عايز يديله بالقفى مثلا على قفاة عايز يقول له ما تفتح ويبدأ السلوك العدواني او يظهر عند الطفل ده للاسف حتى في كبره فانا بقول لكم ايه الحل ايه الحل لو حصل حاجة زي كده الحل ايه الحل عشان انامي عنده مهارات التفكير وان انا اعمل انسان قادر عنده اه اه المهارات التحليلية ويقدر يعمل لأي مشكلة تحليل لأي مشكلة تحصل له في حياته ان انا بنتي اهي او ابني اتخبط في الكرسي وكمان دماغه كمان اتفتحت ودم وطبعا لما بنشوف كده يعني الام بترتعش والاب ايه ده وايه ده عايزين يمسكوا الكرسي ده يتكسروه لأ او الترابيزة دي لا اقول له ايه اقول له يا حبيبي او يا حبيبتي انت ماشيا مش مركزة تخلي بالك وانا ماشيا يا حبيبتي ابص كده ايه ده هنا ترابيزة يبقى اجري بالراحة في الحتة دي. يبقى لازم. ايه ده? الحتة دي فيها سن ترابيزة كده باين قوي. آآ خلاص يا آآ آآ ابص كويس. تقول له بص كويس. العب. هتلعب تحت الترابيزة اوكي? لو عايز تنزل تحت الترابيزة بس تخلي بالك من رأسك وانت اطلع. بص الحتة دي. وتوريها له. انت اللي تبقي بتوجهيه. وخلي بالك وتوريها له كده. فالولد او البنوتة اللي عندها سنة. لان ده بيبقى دايما من سنة لتلات سنين دايما بيتقالي الكلمة دي. في الوقت اللي احنا بندربه. انت بتقولي له. يجي هتلاقيه نزل تحت الترابيزة. انت قال له خلي بالك وتقايم من الترابيزة. فمش هيضخبط. انت قال له. فهو. فبيبدأ يخلي باله من الحاجات الخطر. في جوة البيت. هكذا في البتجاز. هكذا في النار. انت بتقولي له. مش مسلا حطي ايده سخنة على البتجاز كانت العين سخنة انت مش قال له. يا بتجاز يا مش عارفة يا ايه. لأ انت بتقول له ان ده حاجة سخنة. منفعش نمسكها. او كباية سخنة. ويا ما ناس حصل لهم مشاكل بسبب الكبايات السخنة. فارجوكو ارجوكو. ارجوكو بنتي بتعرفي لابنك مصادر خطر في البيت. وحصل ان حاجة ما كنتش قال له عليها وتخبط فيها زي دولاب زي حاجات هي من هنا ببدأ اعرفه. اخلي بالي يا حبيبي وانت بتجري. خلي بالك يا حبيبتي وانت بتجري. بصي نتخبط في دي تعمل لنا قفة. والدم ييجي وقوة. وياخدونا المستشفى عشان الواد بقى يخاف بقى والبنت بقى تخاف كده. وايه وما تعملش كده تاني. لكن مش نجيب بابا وماما وكل العيلة. يلا بينا على الترابسة اللي خبطت خبطت ابننا او بنتنا الصغيرة ويلا دب دب ونضرب فيها. دي غلط. غلط جدا جدا جدا. وبتخلق. انسان عارفة روحه كده في مناخيره. اي حد يخبطه كده لو انت حتى امه ومعدية كده ولما يكبر غصب عنك بس خبطت بيبقى هان عليك. مش تخلي بالك. بيبقى هان عليك بجد يعني انتقن برضو بس امه ومش قادر يعملها ازاي بس بيزعى. بيبدأ يزعى الولد. انت مش تخلي بالك عشان تعود بيشوف عمالين تضربه في الاشياء وبتكسره في الاشياء. عملت له احساس ان هو دايما حوله عنف. نوع بيبقى بيبقى لان دايما دايما حاجات تكسير وحاجاته عمالة بدل ما تقول له خلي بالك عشان انمي عنده مهارات. المهارات التحليلية التحليل النقضي. لكن ايه ده? انا عايزة اخلق انسان متحضر. عايزة اخلق انسان لو ماشي في الشارع وهو اصلا غلطته هو سايق عربيته مش يروح يشتم التاني ده هو غلطته هو لو التاني خبط فيه بس ختش له مش هقول بعد الشر حدثة ختش له عربيته. يوم التاني نازل وانت مش عارف ايه مش تخلي ايه ايه? ده ده عشان واضح ان هو اتربى بقى بالطريقة دي. لكن الانسان لأ افكر اللي بيفكر افكر لأ دي غلطتي انا. دي غلطتي انا ان انا كان المفروض اخلي بالي. كان المفروض ان انا افكر واخلي بالي قبل ما مامشي في الحتة دي. او قبل ما 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 ان انا اجري كده بسرعة. وده الانسان ده اللي حضرتك بتربيه من هو نكتة صغيرة هيطلع انسان كمان ناجح في حياته. لو حصلت مشكلة مش هيفضل ايه يندم عليها. لان انت بتقول له اخلي بالي. هيخلي باله دايما في اي حاجة هيخشها في حياته او اي حاجة هيعملها في حياته ودي نقطة مهمة عصف في التربية انا حبيت اقولها لكم لاني للاسف بسمعها في مجتمعنا كتير وبشوفها كتير ومش بحبها المجتمعات اللي برا المتطورة المتقدمة لو حاجة زي كده بتحصل يقول لهم ايه خلي بالك انت اللي غلطان انت المفروض تخلي بالك انت اللي كده في ناس وعيا وعندها الوعي لكن انا بقول للناس وعارفة ان هما ما يقصدوش انا قلت انا معرفش الكلمة دي ايه واضح انها مورثات من اجدادنا او حاجة كده كلمة موروسة في التربية فبنقلتها وبنقلتها غلط فانا بنبهك انتش ام جميلة وام عظيمة وانت قب برضو جميل في مجتمعنا وقب عظيم لكن الكلمة دي ربما حضرتك او حضرتك مش واخدة بالك هي ممكن بتاعها هيكون ايه عواقفها ايه فانا اهو بقول هالك من خلال مجالي فبلاش الكلمة دي خالص الولد اتخبط الولد وقع وحتى اتخبط ودم واتخبط في سن الترابيزة ودم مش بعد لما يهد عشان اهد دعياته وكده ونشف الدم والولد هدي نازلين بالشبشب على الترابيزة او باي حاجة تاك تاك على الترابيزة عشان هو يسكت لأ الولد اقول له المرة الجاية حبيبي بص وتمثيل له بقى يجي هنا دور رول بلاي رول بلاي ان انا حمثله ازاي ده يحصل ونخدها حاجة فن كده وندحك الولد امشي كده كده جنب الترابيزة انت تمشي جنب الترابيزة كده وتقول او اتخبط الحقني مسلا يا حبيبي الحقني يا حبيبي بص انا اتخبط ازاي اشان انا مخدتش بالي انا المرة الجاية هاخد بالي بص انا هعمل ايه وتقولي للطفلة او الطفلة كده انا همشي كده جنب الترابيزة والمرة دي هاخد بالي وتبيني له بعينك او بعينك ان انت بتبص اه ده هنا اهو رجل الترابيزة اللي طلع دي مش هتخبط فيها امسله تاني بصه بقى وانا ببص كده وببص كده اهو ما اتخبطش ازاي وبتمسل له زي مصرحية كده صغيرة قدامه اه وبص ما اتخبطش عشان انا المرة دي بصيت كده وبصيت كده وانا بجري وبالعم وخدت بالي من رجل الترابيزة دي او الكرسي ده او سن المكتبة بتاعت التي في دي اه او بخلي بالي من سن الباب فانا ببدأ امسله فهو بيفهم وبيبدأ يحلل بعد كده اه اه الحاجات قبل ما يخش فيها قبل ما يمسك حاجة اه هي خطر عليه فبيبدأ يحلل اه اه دي ماما كانت قالت لي كزا هو بيسترجع في باله حتى اللي هو عنده سنة ده ده عنده زاكرة قوية مش بتتنسي اللي هو حتى من سن سنة بتبدأ ده زاكرة من سنة دي مش بتتنسي مش تقولي ده اتغنن مش فاك مش مش هيفهم لا قولي ومسلي بحاجات بسيطة كده هو بيفهمك اول ما بيبدأ يمشي تمام طيب انا بقى عايزاكوا توعدوني وتوعدوا ان نفسكم الاول انا كل ما علي ان انا كل حاجة مفيدة في في التربية وصحتنا النفسية ومشاكلنا الاسرية هقولها من وجهة نظر اللي انا درستها والوجهة النظر الصحيحة هقولها وانتو ان شاء الله تحاولوا ايه توعدوا نفسكم الكلمة دي ارجوكوا قلت ورسة بلاش تتقال خالص واحنا بنربي ابنائنا تماما 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 علشان عايزين نخلق انسان قادر ان هو يحلل المشكلة دي حصلت له قادر ان هو يحمي نفسه من المشاكل او من اي حاجة تعرضه للخطر سواء هو صغير او هو كبير وان شاء الله تفرحوا كلكم بابنائكم واولادكم وان شاء الله يكونوا اه زي ما انتم عايزين بس نبدأ بالتربية الصح وبحبوكوا قوي قوي وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي بمشكلة جديدة وحلها ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وتشتركوا في القناة الزرار اللي تحت اللي هو المكتوب عليه سبسكرايب ده او اشتراك وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي على خير ويا رب تكونوا استفدتوا مع السلامة